محمد عبدالله ده ده العيب كويس ولازم يتاخد منتخب وعلى فكرة سواء في النادي الاهلي أو في منتخب مصر اللي هما بيلعبه 4-3-3 ده وجوده ضروري هو وزيزه للتين في نتص الملعب واحد احتراط واحد احتراط واحد احتراط واحد من البواد بقى اللي هو ايه الديفندر اي حد بقى ده انت لو عايز تنجح الطريقة بتاعت 4-3-3 لان عنده المقاومات اللي هو يدفع كويس ويهاجم كويس وبيعرف يجيب جول وبيعرف يعمل جول نفس الكلام زيزه لو انت لعبت بالاتنين دول هاف رايت و هاف ليفت ومعاهم ديفندر اكسم بلا لو انت لعبت 4-3-3 طب وصراح مع صراح قدام ناحية الرايت وانت بتلعب انا بقول لك ايه ديفندر واحد خلي بالك من الكلام قدامه اي حد اللي هو بيحبه اللي انت شايفه لو انا اه حمد فتح في الطريقة دي لان ده هيبقى بيقفل في الحتة دي كويس قوي بيدافع كويس قوي انت عايز واحد زي ده لان انت عندك الاتنين دول بيهاجموا اه وزيزو وزيزو ناحية الرايت واحمد عبدالقادر من ناحية الليفت هاف ليفت وهاف راية ده انت كده هتفضي نص الملعب بقى هتفضي ايه نص الملعب ايه انت هتستحوي يا حبيبي السوق انت بتاعب بطريقة هجومية بحتة ليه 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 ما انت عندك اربعة الكفاءة الدفاعية في نص الملعب يا حبيبي لزيزو واحمد عبدالقادر ولا العمر السلية ومحمد النيني بجانب حمدي فاتحي انت عايز تكسب ولا تكسب انت تلمطش اللي هنا لازم تلعب وتكسب عشان تبقى رايح هناك وانت متطمن فلازم ألعب بقوتي الهجومية هنا لان هناك الجماهير هتلبشك والاعلام هيلبشك والدنيا والملعب اكيد وتجو هناك فانت لازم تبقى ماشي من هنا وانت ضامن المطش التاني ان شاء الله تلعب بستة فندرات ما عنديش مشكلة بس تبقى ضامن لان دول مطشين بس فيها مخاطرة لا ما فيهاش مخاطرة والله ما فيها مخاطرة انت بتلاعب فرقة عادية حبيب قلب ما انت انت بتلاعب فريق يعني بطل أمم أفريق خلينا كلم خلينا كمل كلام انت رعبتهم لما نزلت زيزو تريزجيد شوت التاني حصل احنا قبل ما دول ينزلوا ما شفناش التمنتاشر بتاح لما دول نزلوا ايه اللي حصل مروان حمدي مضيع كرتين ما يضعوش لو فيه توفيق اللي هي الاولانية دي اللي خبطت في دماغه دي وعدت من جنب القائم لو فيها توفيق دي تخش في الجول جول كسبت المباراة كانت ساعتها النتيجة 0-0 وكان قبل الوقت ما ينتهي بحاجات بسيطة اللي هو الشوت التاني يعني كان خلاص كنت خدت المباراة مباراة وجريت دول اتنين اللعبة بس نزلوا واروك نص الملعب التاني واروك التمنتاشر وشفنا مين دي دا وشفنا هم القهربوا ازاي وبدأوا بعد ما كان في نص ملعبنا الشوت الاولاني كله على التمنتاشر رجع انت لو عملت دي شايفت ممكن يمكن الاسمين اللي انت طرحتوهم دول يخففوا الضغط في الرقابة على محمد صلاح والضغط وان فرقة السنغال هتبقى مركزة بشكل كبير على محمد صلاح ده طبيعي فبالتالي هيبقى انت عندك حلول تانية احمد عبدالقادر واحمد سيد زيزو اه طبعا طبعا بص طول ما فيه لعيب سبدا انفع الشغل مدرب اه طبعا ما انت كنت لعيب كور اولو ما انت كنت بتلعب لا بلاش 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 فانت دلوقتي في المطش ده في المطش اللي هو جاي بتاع السنغال هيتفاجئه بزيزو كورساتو شوتو تحركو تغيير اتجاهاتو نفس الكلام احمد عبدالقادر هتبص تلاقي فيه حلول في نص الملعب بتفتحلت لصلاح والتريزجي بس اما حاجة ما يلعبش مرموش اشتركو